من فترة ومش فترة كبيرة قوي يعني كان اللي بيفكر انه هو يعمل ايدت او يعمل تعديل مثلا على صورة كان بيبقى يعني يعمل حاجة كبيرة قوي فكانه في بعض الاوقات يركبوا صورة مثلا وش على جسم فيحصل تظهر بعض الشائعات لكن في النهاية بنقدر نميزها بشكل واضح لانه بيبقى باين خالص التركيب او التعديل بيكون باين مع الوقت طبعا ما كناش نتوقع انه يجي يوم من الايام ونلاقي فيه الفيديوهات هي كمان كده لكن مع الوقت ظهر الزكاء الاصطناعي ودلوات في مجموعة كبيرة من الفنانين حول العالم استعانوا بباحثين جمعيين لادخال تغييرات على اعمالهم عشان تكون غير قابلة للاستخدام وفي نفس الوقت يقدرون هما يحموا شغلهم من اي طرق احتيالية للزكاء الاصطناعي خلينا نعرف يا شازلي تفاصيل اكتر عن هذا الخبر نعرف ايه اللي بيحصل بالضبط من دكتور احمد سلمان استاذ مساعد الشبكات والاتصالات وامن المعلومات بجامعة جيمس ماريسن بفرجينيا اللي موجود معنا عبر تطبيق زوم صباح الخير حديكي دكتور وبعد التحية خلينا نعرف منك ايه حكاية هذا الخبر هل دلوقتي بقى لازم او يجب لاستعانى بالمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات لاحكام السيطرة على اعمال الفنانين والمبدعين وحمايتها الصباح الخير استاذ جمعيينة صباح الخير استاذ محمد هو خلينا نفهم طيب الموضوع من الاول ماشي ازاي هي الموضوع بدأ مشكلته لما ظهر الايه عاي موجود من زمان بس زكاة الاصطناعي بالصورة الحالية اللي هو معتمد على نموذج اللغات الكبيرة او اللي هو بيسموها الـ LLMS زي TGPT او الحاجات اللي ازاي كده دول بيبقوا متمرنين على او بيبقى النموذج ذات نفسه متجهز على نقاط بيانات كثيرة جدا بتصل الى يعني مليارات المليارات من الكلمات او الصور بحيث انه هما يجمعوا نموذج كامل متكامل على كل الحاجات اللي في تاريخ البشرية تقريبا فلما نيجي على حاجة مثلا زي الكتابة ظهر ان الكتاب العالميين بدأوا ان هما يرفعوا قضايا على الشركات زي OpenAI اللي هي الشركة الام بتاعت TGPT عشان TGPT بيقدر ان هو ياخد حاجات من الكتاب ويبدأ يعمل اللي هو الأجزاء اللي لسه ما ظهرتش انا هعمل الجزء الجديد هيبدأ يعمل هيبقى شكله عامل ازاي ونهايته عاملة ازاي ومع تطور الـ AI بدأت تظهر ان هي بس مش بياخد الكلمات او مش معتبتها على الكلمات لا ده الصور نفسها بيقدر ان هو يطلع صورة عن طريق ان انت توصف له انا بس هوصف لك الصورة دي عاملة ازاي وانترسمها له او حديله صورة وقل له الصورة دي انا عايزك تعمل لي واحدة شبهها بس مش هي فيقدر ان هو يغير فيها فده عمل مشاكل كتير لناس لان حقول مكتر فيه حد ممكن يقول مهو مغير في الصورة يعني مش نفس الصورة بس الاساس اللي هو واخد منها لان هي الفكرة كلها جاية من ابداع شخص ظهر بحقوق ملكية فكرية حتى الصور لما بتجي تتقلت او بتتعمل بشكل بتبقى معروف ان دي متاخدة عن كذا دي متاخدة عن فلان معمولة عن كذا فبيبقى فيه اصل ليها وده متاخد ليها وحتى اللي بيعمل تقليد بيبقى حاطت فيها مجبوط بيبقى حاطت فيها الجزء بتاعه لكن دلوقتي ان انا ادي وصف الحاجة وتاخد الحاجة اللي موجودة عندي تكتب زيها او تعمل زيها طيب انا دلوقتي الحاجات دي اصلا لما جات اتمرنت او لما جم الشركات زي اوبيني اي تمرن النموذج بتاعها هي خدت الحاجة بتاعتي عشان تمرن النموذج ده انا ما اخدتش حاجة اوصاد ده انا ما اتدفع ليش حاجة الناس اللي هي طبعا عندها حقوق الملكية الفكرية بتاعت الصور او الكلمات بتقول ان ده عملي ضرر لان دلوقتي ممكن حاجة تتعامل بسهولة مبنية على ان هي تمرنت على النموذج بتاعي انا في الاساس وانا ما استفدتش اي حاجة من الموضوع ده صحيح مهم عمله تعديل يا دكتور زيما حضرتك بتقول مهم عمله تعديل وهو العنصر البشري برضو اللي بيعمل تعديل وفيه حد بيحط فكرة بس فيه حد صاحب الفكرة الاساسية فهو في النهاية ما استفدش طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن الاستعانة وبالمناسبة مش الفن فقط مش الفنانين فقط هم المتأثرين لكن الخبر دلوقتي بنتكلم طبعا عن الفنانين دلوقتي بيقول انه في بعض الفنانين بيستعينوا ببعض الخبراء هل من الممكن احنا نستعين ببعض البرامج والتقنيات أبليكيشنز مثلا على الموبايل ممكن نستخدمها لمكافحة هذه الطرق من سرقة اعمال الفنانين هو الموضوع مش بالسهولة دي يعني مش بالشكل ده لان هي الفكرة كلها ان دلوقتي بيحاولوا يوصلوا للطرق ان ازاي حتى لو نموذج اتعمل يبقى واضح ان النموذج ده ليه اصل متاخد منه هو جاي مني بحيث ان انا اقدر في الاخر اوصل لحقوق الملكية الفكرية بتاعة الشخص والحاجة الثانية ان الشركات ما تقدرش ان هي تمرن على حاجة من غير ما تدفع للناس حقوقها يعني انا ما اقدرش ياخد حاجة شخص عملها او شخص قدر ان هو يطلعها كصورة او كاي حاجة من غير النموذج ما يقدرش يمرنها من قبل ما ياخد حقوق الملكية بتاعة الحاجة دي ويمرنها فطبعا الحاجات دي هتاخد وقت لان هي لعبة زي الوت والفار لان كل حاجة بيطلع لها حاجة مضادة وفي طريقة ان انت تطلع من وراها يعني مثلا الحاجات بتاعة الاي اي والشات جي بي تي والكلام ده انا دلوقتي لو دخلت قلت له اعملي كود او اعملي برنامج او اتليكيشن يقدر ان هو مثلا يبقى زي جوجل مابس او ابل مابس ان هو يبقى جي بي اس هيخش وحيعملي الكود وحيوريني ده بتعمل ازاي طب لو قلت له اعملي الكود اللي هو اللي هيخلي اه يخليني مثلا اقدر اعمل هاكينج الشخص معاه هايقول لي لا ما اقدرش ليه ما تقدرش هايقول لي لان البرمجة بتاعتي محطوط فيها او الشركة حط فيها ان انا ما ينفعش ده غير اخلاقي ان انا اعمل حاجة زي كده فهو دلوقتي لو قدروا ان هم ياخدوا احكام فده حاجة هتخلي الشركات مجبرة ان هي ما تقدرش ان هي تحط حاجة شابه حاجة غير لما تقول لي مين الحقوق بتاعت الشخص ده او ان هي ذات نفسها الصورة اللي معمولة او الفيديو اللي معمول فيه جواه زي علامة حاجة شابه العلامة المائية بس طبعا الالكترونية والعلامة المائية دي بتقول لي تشي دي بيتي ان دي بتاعت الشخص المعين فانت لما تيجي تعمل حاجة انسيبها للشخص ده فهي لسه الحاجات دي طبعا في المراحل البدايات ولسه ما موصلناش لحاجة يعني سابتة او طريقة معينة بس هو ده اللي بيحاولوا فيه طيب دكتر يمكن من فترة مش بعيدة تبعنا انه كان فيه كده ثورة يعني في هولوود بسبب استخدامات الذكاء الاصطناعي وكانت لان افتكر حتى من ضمن الفنانين كان توم كروز وكان فيه يعني كان بيتحدث عن اشكالية متعلقة بالذكاء الاصطناعي وصرقة الاعمال وحتى الديب فيك اللي هي الفيديوز اللي نقدر نركب فيها صورة اشخاص او فنانين هل ده يقدر ان هو يدفع الفنانين ان هما يستعينوا بمتخصصين لمساعدتهم في الحفاظ على اعمالهم وحمايتهم السرقة ويمكن حتى كمان حماية هويتهم نفسها هو حاليا هم قدروا ان هما يوصلوا الاتفاق في الموضوع ده ان فعلا ما ينفعش ان انا قادر اعتمد على الاي اي ولا ان انا يبقى عندي مثلا ممثل او اي حد وانا خليته يصور فيلم فانا خلاص هو ده انا كده بقيت عندي الحقوق لشكله في الفيلم ده قادر استخدامها في اي حاجة تانية وصلوا الاتفاق فعلا ما بين رابطة الممثلين وكتاب في هوليوود ان يعني قدروا ان هما يوصلوا الاتفاق بحيث ان هو يرضي جميع الاطراف وكان فيه طبعا هو السترايك اللي كان معمول وانتهى لكن ما زال لسه الى الان بترفع قضايا زي مثلا اللي رفعها اللي هو جورج ار ار مارتن اللي هو صاحب سلسلة كتب لعبة العروش الشهيرة عشان حفظ حقوق الملكية بتاعته هو وغيره من الكتاب وفيه فنانين تانين فهم الفكرة ان هما ماشيين في اتجاهين اتجاه اللي هو قضائي اللي هو لحقوق الملكية الفكرية وطبعا فيه اتجاه التكنولوجي بس اتجاه التكنولوجي لسه مش واضح يعني مش واضح ايه الحاجة اللي هي اللي هتتعمل لكن اه طبعا ده هيخدم ممثلين وحيخدم كتاب وحيخدم اي مبدع او اي فنان عنده حاجات اللي هي عقوق ملكية فكرية بس هيفضل اللي اتنين مهمين طبعا اللي هو الحل التكنولوجي بجانب الحل القانوني لحفظ الملكية لكن اعتقد انه الحل التكنولوجي هو الاقرب يعني بما اننا بنتكلم في ابتكارات واختراعات حديثة لانه القضاء اذا ما حضرتك ذكرت كده ممكن ياخد وقت مظبوط مظبوط هو فعلا الحل التكنولوجي هو في الغالب بيبقى اسرع عن طبعا السلخ القضائي والحاجات دي لكن زي ما قلت لحضرتك هي لعبة اطفاء اي حاجة برضو هتعملها هييجي حاجة من نحي التانية ممكن تلتف حواليها تيجي من حواليها تيجي من من عليها يعني حتى الموسيقى مثلا او الفنانين اللي بيعملوا حاجة ممكن يتغير بشوية نغمات او شوية حاجات في المقامات يطلع نغمة جديدة بس اللي بيقدر انه هو تفصل هل النغمة دي متاخدة من دي او دي متاخدة من دي بيكون القضاء طبعا لكن جانب اخر دكتور رحمد احنا احنا كجمهور مش هنقدر نميز صعب بالتطور اللي احنا عادينا بنوصله والدرجات اللي احنا عادينا بنوصله صعب فهو الحل اللي بيحاربوا به الحاجات دي في الاي اي هو الاي اي اللي بيقدر انه يكتشف مثلا هل الحاجة دي معمولة عن طريق شات جي بي تي او معمولة عن طريق اي نسخ تانية من شات ليه علاقة بالنهاية انه يطلع صور يطلع يعني دايجرام يطلع اي حاجة برامج تانية بتاعت اي او اي بتدخل فيها نفس الصورة ويقولك مثلا بنسبة ستين في المية ده اللي عمله زكاء استمراء طيب دكتور بمناسبة النقطة دي تحديدا يعني انا افتكر ان زمان كان في برنامج مهتم او متعلق بفكرة او انه يكتشف لو في شخص سرق معلومة او او مرجعش او مستعنش او مذكرش المصدر الخاص بالمعلومة اللي هو جايبها او ذكرها هل ممكن نلاقي برنامج او منصة تقدر تكشف بالفعل الاحتيال ده ان كان بقى ديب فيك يعني ان كان تركيب صور فيديوهات حتى استخدام معلومات ايا كان ايوة طبعا موجودة البرنامج دي نفسها وحتى شركة اوبن اي اي نفسها عندها نموذج لزكاء اصطناعي بحيث ان احط عليه مثلا مقالة احط عليه صورة احط عليه حاجة وهو يطلع لي يقول لي ده بنسبة بيديني نسبة طبعا لان ما فيش حاجة هتبقى 100% بس بيقول لي بنسبة 60% بنسبة 50% بنسبة 30% ده معمول بزكاء اصطناعي يعني لحد ما دي دكتور يساعد بشكل او باخر لحد ما نوصل لحل او لصورة الكاملة المتعلقة باقي تعامل مع الذكاء الاصطناعي انا بشكرة جزيل الشكر دكتور احمد سلمان استاذ مساعد الشبكات والاتصالات وامن المعلومات بجامعة جيمس مادسين بفيرجينيا شكرا لحضرتها